تسع سنوات شهدت بلادنا في كل يوم من أيامها نكبة وراء نكبة وانتهاكات تتلوها انتهاكات أخرى الحدي والعشرون من سبتمبر من العام الفين واربعة عشر يوم النكبة الذي برز فيه انقلاب الميليشيات واجداحت فيه بطائفيتها وهمجيتها صنعا شاعلة الحرب في باقي محافظات البلاد بنيات عصرا جديدا بالقوة والدم ومشيدة مئات السجون ومخلفة آلاف المعتقلين تاركة المواطنين في حالة مستمرة من النزوح الجماعي لتعلن الحرب على الإنسانية دائرة الجوع والموت كانت وما زالت هما المصير الحتمي الذي أصبح المواطن اليمني واقع به لا محالة فمنهم في مناطق السيطرة الحوثية تجرع الدل والقهر وعايش الممارسات الحوثية التي لا تحترم القوانين ولا الأعراف ولا الأديان وأما باقي المحافظات التي أصابها ما أصاب مثيلاتها من أثار النزوح والحرب غاب عنها الاستقرار الأمني والاقتصادي وأصبحت تحت تهديد الميليشيات المستمر الذي حاولت به الميليشيات السيطرة على الكثير منها فمنها ما حرره المواطنون ومنها ما كان قد تحرر بالمقاومة الشعبية ودعم الدول الشقيقة التي لو لاها لأصبح اليمن بكل شبر من أراضيه إماميا يعج بالصرخة الحوثية الإحصائية هنا تقف عجزة عن الحصر فأما السجون فوصل مجموع ما أنشأته الميليشيات منها ستمائة سجن ما بين العلني والسري وأما الاعتقالات فقد وصل ما ظهر منها ستة عشر آلاف اعتقال فيما أكدت منظمات دولية أن ثلثي سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدة حيوية فيما وصل عدد القتلى بسبب الحرب الحوثية إلى أكثر من أربعمائة ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر حتى نهاية العام الفين واثنين وعشرين وبشكل تفصيلي فقد أكدت المصادر وقوع سبعمائة واثنين وثمانين واقعة لاستهداف المدنيين ما أسفر عن سقوط مائتين وثمانية وثمانين قتلا وستمائة وسبعة وخمسين جريحة ورصد مائة وواحد وستين واقعة للتفجير بالألغام سقط فيها خمسة وخمسين قتلا ومائة واربعة وعشرون جريحة بحسب مصادر حقوقية وإعلامية الميليشيات وبانقلابها الهمجي الذي امتدت أثاره حتى إلى الأطفال الذين فخخت عقولهم بمفاهيم طائفية متطرفة تمجد القتلى والتوحش نهيك عن فرض التجنيد الإجباري على السكان الذي ياتي امتدادا لسنوات من البطش والتجويع ونهب الممتلكات والحقوق العامة والخاصة ومصادرة رواتب الموظفين المغلوب على أمرهم وهنا يطول الحديث عن الأزمات التي تسببت بها الميليشيات فيما التحركات الدولية والإقليمية الساعية إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام لا زالت تصطدم برفض حوثي ومراوغات لا نهائية فما المستقبل مع هذه الميليشيات إلا ضربا من المجهول ويترى كيف سيعود يوم النكبة في العام القادم ترجمة نانسي قنقر